ألاف من القتلى ومستشفيات تغص بالجرحة وقع الاجتباكات العنيفة كان شديداً على مختلف أطراف النزاع اليمني يومين على انتهاء الهدنة الوضع الإنساني في اليمن ما فتأ يتفاقم أرقام صادمة تلك التي خرج بها مكتب الأمم المتحدة لتنصيق حالة الطوارئ ما يناهز ألفين قتيل يحصلة قتل النزاع اليمني منذ بداية الحرب فيما فاق عدد النازحين النصف مليون اليمن تستغيث انقطاعات متكررة لطيار الكهربائي وأزمة مياه خانقة تعيشها المحافظات اليمنية منذ أسابيع فهدنة الخمسة أيام التي اقترحتها الرياض لم تتمكن من توزيع مجمل شحنات الغذائية والطبية المقررة لفائدة السكان اليمنيين وفي ظل تأزم الأوضاع تتزايد موجات نزوح الفارين من قصف أنصار الحوثي وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عطالله صالح فيما لا تزال الاشتباكات على أشدها على الشريط الحدودي بعدما جدد طيران تحالف إعادة الأمل غارته على مواقع المتمردين في عدن ومحافظة صعدة شمالية اليمن تمديد أمد الهدنة يبقى حلا سنيا مستبعدا في الوقت الراهن والسبب انتهاكات عسكرية متكررة لوقف إطلاق النار من لدن المتمردين فرغم منشادات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة بوقت إضافي السماح بتوصيل الإمدادات إلا نتواصل الاشتباكات غدا تنتهاء الهدنة أنهى أية إمكانيات لذلك وفي ظل الوضع الإنساني المقلق لا تملك المنظمات الإنسانية الدولية كما المدنيين إلا دق ناقوس الخطر في انتظار حل سياسي نهائي ربما لا يلوح في الأفق القريب